أكد تجار السيارات أن قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة والذي بدأ بتطبيقه بشكل مفاجئ سيكون له آثار سلبية على القطاع مشيرين إلى أن المواطنة هو الذي سيتحمل عبء هذه الزيادة في نهاية المطاف التقرير التالي والتفاصيل قرار مفاجئ بدأته المراكز الجمركية المنتشرة في المملكة بتطبيق رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة وبنسب متفاوتة وجاء هذا القرار بحسب التجار بدون إشعار مسبق هذا القرار إجاء على فجأة وهذا أكبر غلط لأنه فيه تجار شاري بضاعة وكلها هاي مخاسر عليهم وضرر وحتى على موضوع أثر رجعي هاي أكبر مشكلة لأنه لو حكوا للناس فيه رفعة كانت الناس هيئت حالها وجهزت أمورها على أساس أنه إيش تفضي بضاعة وتشتغل على السعر الجديد هذا ما بيأثر على التاجر لأنه التاجر بيشتري بوندل بالمنطقة الحرة وبعدين بيجمرك زي ما بيجمرك وبيدفعوا بتكلفوا ببيع وهذا كمان يعني سيارات كلها الماشي والشغالي رح تيغلى كمان قرار الجمهور الجديد جفاجة يعني محكوا للمواطن ولا بلغوا التاجر ولا إشي مو مشكلة التاجر يخسر ينحجز عمواله ينحجز على كل إشي عبيته وهذا وعلشان إيش برفعوا زي ما بدهم ورفضت هيئة مستثمرين مناطق الحرة هذا القرار القاضي برفع نسبة الرسوم الجمركية بقيمة متفاوتة تصل لحوالي ثلاثة آلاف دينار وأوقفت عمليات التخليص وجمركة السيارات لحين تواقف الحكومة عن قرارها تطبيق الأسعار الجمركية الجديدة أوجدت حالة من الإرباك في عمل المستثمرين ما أدى إلى تعطل عمليات البيع وخلق أزمة بين المخلصين والتجار حول ترتب المبارغ المالية الجديدة التي سيتم دفعها على تخليص السيارات ليلة خالد رؤيا